كما أن علينا استشعار ما أفاء الله به علينا من نعمه وأفضاله الجليلة اشتركوا في القناة فإننا مطالبون اليوم بأن نهب النصة القدس الشريف والحفاظ على الهوية الإنسانية والتاريخية والقانونية ومواجهة هذا القرار الجائر في إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر